ثمن الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية وامكيلي ميني الإجراءات المتخذة من قبل الجزائر مؤخراً في سياق دعم مساعي تحقيق التكامل الإفريقي وامكيلي في مقابلة خاصة بها قناة الجزائر الدولية اعتبر الجزائر نموذجاً يحتذى به في تجاوز نوايا الوحدة القرية وتحويلها إلى أفعال عبر حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التكامل الإفريقي على غرار إطلاق مشروع الطريق تندوف الجزائرية وأزورات الموريطانية وتجشين فروع دولية لبنوك جزائرية في كل من السنغال وموريطانيا إلى جانب فتح خطوط جوية جديدة نحو كبرى العواصم الأفريقية الجزائر عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي وتتمتع بمؤهلات قوية جداً في القارة لذلك من غير المفاجئ أن تستثمر الجزائر في مسعى تحقيق التكامل الإفريقي هذا هو المثال الذي يجب على جميع البلدان الاقتضاء به علينا أن نتجاوز نوايا الوحدة وهذا بالضبط ما فعلته الجزائر من خلال الاستثمار في الممر الذي يربط الجزائر بموريطانيا وتعزيز الربط الجوي مع إطلاق الخطوط الجوية الجزائرية رحلات نحو جنوب إفريقيا أديسابيبا موريطانيا السنغال والبنوك التجارية التي يجرى فتحها في عدد من البلدان الإفريقية هذه بالنسبة لأمثلة على تجاوز الإعلانات إلى الأفعال لذلك من الجدير بالثناء ما فعله فخامة الرئيس وسيواصل فعله لأنني أعتقد أننا سنرى مزيدا من الإجراءات الملموسة ذات المغزى التجاري لعموم إفريقيا شكرا